تجسد المشروعات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين والرئيس التونسي العلاقات الوطيدة بين البلدين والاهتمام الذي توليه المملكة لتونس قيادة وشعبا وتقس مشروعات الملك سلمان لترميم جامع عقبة بالنافع وجامع الزيتون المعمور إضافة للمدينة العتيقة بالقيروان العناية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين للمساجد التاريخية وإظهار قيمها الدينية والحضارية وترسيخ رسالة المحبة والسلام ويحظى جامع عقبة بالنافع الذي شيد سنة خمسين للهجرة إضافة إلى المدينة العتيقة بالقيروان الذي يحظى بمكانة دينية وتاريخية ونوه التونسيون ببادرة المملكة التي تؤكد على الاهتمام بالتراث الديني والمحافظة على هوية مدينة القيروان كأحدى المعالم الحضارية الإسلامية وتبلغ مساحة جامع الزيتون المعمور خمسة آلاف متر مربع ويعد الجامع الرئيسي في مدينة تونس العتيقة وأكبرها وسيشمل المشروع العناية بأرضية الجامع وترميم الأجزاء التاريخية وتزويده بمعدات إضاءة ثلاثية الأبعاد وأجهزة صوتية متطورة ويمتد عطاء المملكة إلى تجهيز مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان بتكلفة 85 مليون دولار لتصل طاقته الاستيعابية إلى 500 سرير في نقلة نوعية تتلمس صحة المواطن التونسي